السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم نادية من عائلة تركيز اليوم رح أفرجيكم كيف عملت أنا استخدمت السمك بدل عجينة البيتزا والصراحة طلعت إشي كتير صحي وكتير زاكي وصراحة يعني اللي ما بيجرب حاجة بتروح عليه خلوكم معنا وتبعوا بالطريقة عشان تعرفوا أنا شو عملت هلا أول شي بجيب السمك اللي بدي أستعمله أنا جبت هذا النوع من السمك اللي هو المقطوع الرأس عملتوا استخدمتوا أنا في طريقة قبل هيك على القناة بتمنى أنه تروحوا تشوفوها ببلش طبعا أعصر فيه مشان أشيل كل المي اللي جواته وتتعجن العجين منيح وتطلع تمام مثل ما أنتوا شايفين بعصر فيهم واحدة واحدة السمكة العادة وحكيتها قبل هيك بيشرب مي كتير فبعصره منيح منيح لا حد ما أطلع كل المي اللي جواته مثل ما أنتوا شايفين هاي المي اللي كانت فياته هلا ببلج أن أضف فيه بشيل الأشياء الخارجية الشوكيات ما بخلي ولا أي شي عليها يعني بخلي بس اللي هي لحم السمك نفسه بشيل بفتحها من النص عشان أشيل الشوك اللي جوه وبأي سمك لحم إضافي بحطه في الصحن علشان أستخدمه مثل هيك هلا بشيل الشوك الأساسي اللي من جواته طلع معي مثل ما أنتوا شايفينه بشيل الباقي ما بخلي ولا نتفه لا تنسوا حبايبي تعملوا اشتراك في القناة وتكتبوا الطالقات لأشياء اللي تحبوا أنه نعملها بالمستقبل أو في الفيديوهات الجاية ودعمونا عشان يوصل لكم كل جديد بنكمل هيك أنا عملت كل السمكة وبعمل كل السمكات بنفس الطريقة هلا ببلش أقطع فيها مثل هيك بحاول أقطعها قطع صغيري قدر الإمكان ومثل هيك صارت السمكات جاسة وهي الشوك هلا بكبه بسبالي وبعمل السماك وبعجنه بإيدي طبعا رح يعمل مثل العجينة عادي وبحطه بالبايريكس على ورق الزبدة أو ندون ورق الزبدة باستخدام زيت عادي حسب أنتوا أش بتحبوا ومثل هيك بحطه بالفرن وبخلي ينشوه على الوجه الأول هلأ ببلش أعمل صوص البيتزا بجيب كاتشاب بحط فلفل أسود وبحط ملاح وبابريكا وأي بهارات أنت بتحبي أن تضيفيها يعني كله بيزبط أنا هاي البهارات اللي حطيتها وبخلطه منيح وبحطه على جنب هلأ بجيب الطبقة الأساسية من السمك بحاول أني أقلبها فرح أقسمها بالنص عشان أقلب كل جهة لحال بعد ما قلبتها بحط الصوص عليها على كل مكان تقريبا مثل ما أنتوا شايفين أنا طبعا زودت كاتشاب مشان تكفي على الآخر يعني ثلاث كمية شوي قليلة عليها فمثل هيك بإمكانكم تحطوا أي شي عليها بدل الصوص هلأ بحط شرائح موزاريلا طبعا أنا حطيت شرائح ما حطيت ما بشرتها ولا إش حطيت شرائح كاملة صراحة بحسها بتدوب أكتر والكمية بتكون أحلى الصراحة يعني أنا هيك بعشقها فعشان هيك حطيت شرائح كاملة من دون بشر مثل ما أنتوا شايفين بوزح ها بحاول أغطي أكبر قدر ممكن وبحط طفلاف لخضراء أو أي شي أنتوا بتحبوا أنوا تحطوا وكمان بصل مثل هيك بتزينوا فيها حسب الرغبة يعني الأشياء اللي أنتوا حبين أنوا تحطوها على البيتزا أو تحطوها بالعادة على البيتزا ممكن أنوا تحطوها حطيت طبعا مشروم فطر وزعتها مثل هيك على البيتزا اللي أنا عملتها وهلأ بجيب كمان موزرلة وبوزحها برضو بشكل شرائح وبحط فوقيها زيتون أسود طبعا رح يكون الطعم شي جد ضحفة وما رح تميزوه عن البيتزا الأصلية هيك كان الشكل النهائي قبل لأحطها بالفرن هلأ أحطتها بالفرن على 180 درجة لمدة تقريبا 20 دقيقة صارت جاهزة هيك كان الشكل النهائي وبعد ما تحطيتها بسطحن طبعا إشي جدا جدا يعني لا يوصف طعم خرافي بنصحكوا تجربوها وهيك كان عشانا بشكلها النهائي وصحتين وعافية على الجميع طبعا حطيت إضافاتي كالعادة وصحة وعافية لا تنسوا هاي أكاونتاتنا إنستجرام تيك توك وتويتر وحبايبي لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وكومنت وتعملوا لنا تعليق بالأشياء اللي انتو بتحبون نعملها مستقبلا وسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر